اشتركوا في القناة زهرت به قمة الكرة المصرية السوبر المصري اللي جمع بين الاهلي والزمالك وانتهى بفوز الاهلي بنتيجة 2-0 مكاسب كتير جدا حدث ولا حرج برح الحقيقة الاهلي يقدم درس كبير جدا وكولر الحقيقة ادى درس الفيريران برح من العيار التقيل مباراة شاهدت تقلق كل نجوم من نادي الاهلي بدون استثناء مكسب من مكاسب المباراة مباراة برح سافيو طبعا مبرونو سافيو وتزيله الهدف الاول اللي رد وانا هتكلم عن الرد النهاردة لان انا دايما لما بحب ارد ما بحبش ارد بالكلام بحب ارد عملي رد على كل الانتقادات والانتقادات كانت شديدة قوي وكبيرة جدا على النادي الاهلي وعلى قدارة النادي الاهلي وعلى جهاز النادي الاهلي وعلى نجوم النادي الاهلي وعلى صفقات النادي الاهلي حتى من قبل ما الموسم يبدأ عشان كده الرد جه في الملعب لحظات فرحة عاشتها جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة في ملعب المباراة واللي تابعوا الملايين طبعاً اللي تابعوا المباراة خلف الشاشات زي ما انتم شايفين كده لحظة من اللحظات الفرح الأهلي يمكن يغيب لكن ما بيتأخرش البطولة يمكن تبعد لكن مش ممكن ما ترجعش وده اللي عودنا عليه النادي الأهلي الكبير يمرد ولا يموت فقد كان الأهلي بحق أول بطولة في الموسم ده مع الحقيقة كمية كبيرة جداً من المكاسب من وراء مباراة حقيقة يمكن واللحظات اللي انتم سايفينها كده مباراة طبعاً ايه اليوم الحلو ده و ايه الناس الحلو دي فرحة لعابة النادي الأهلي ينجوم مباراة اشتركوا في القناة الفرحة الكبيرة اللي انتم سايفينها دي تتكلم على لقب رقم 12 في بطولة السوبر في تاريخ نادي الأهلي وبتتكلم على لقب رقم 6 على حساب نادي الزماني الغريم التقليدي لنادي الأهلي لكن عايش تسألني بجد الفرحة اللي يمكن يكون مبالغ فيها دي أسبابها ايه؟ فوزنا ببطولات أهم بكتير جداً من كاس سوبر وفوزنا بماتشاط وببطولات أصعب كتير جداً من كاس سوبر ولو سألت ايه أهلاوي كاس السوبر المحلي بالنسبة لك يجي على مستوى الأهمية يعني في الترتيب نادي الأكام أكيد وراء أكيد وراء بطولة الدوري وأكيد وراء بطولة الكاس وأكيد وبالتأكيد وراء بطولة دوري أبطال أفريقيا ووراء السوبر الأفريقي ووراء بطولات ووراء مشاركة كاس العالم ما هيش بطولة مهمة قوي لجماهير نادي الأهلي يعني بكلامها على المستوى الأهمية مهمة لأنها بطولة لكن ترتبها من حيث الأهمية ووراء شوي لكن الفرحة مبارح دي أنا بشوفها لتحقيقة ترجمة لفترة من الضغط الكبير جداً اللي اتعرضت لي واحد إدارة النادي الأهلي كلام على الصفقات وعلى موسم الانتقالات وأنه النادي فشل في أنه يعمل موسم الانتقالات ناجح استعداداً للموسم الجديد التشكيك في الجيل ده تحديداً الأسماء اللي ظهرت قدامكم واللي حقاية إنجازات ما حققاش أي فريق على مستوى قارة أفريقيا مش على مستوى مصر التشكيك في قدراتهم وتشكيك في إمكانياتهم وتشكيك في أنه جيل وانتهى وأنه على الأهل أنه يعيد بناء فريقه مرة تانية التشكيك في كولر نفسه التشكيك في اسم كولر مدرب لناس كتير جداً للأسف عنديش مشكلة مع الجاهل على فكرة أنا عنديش مشكلة مع الجاهل على الإطلاق بس عندي مشكلة مع الجاهل اللي عنده قناع أنه يقدر يفتي عندي مشكلة مع اللي ما يعرفش وشايف أنه يعرف ينظر الكلام ده حصل مع صفقات الأهلي تحديداً برونو سافيو تم التشكيك فيه والكلام عنه هو برازيلي مضروب وأنه برازيلي بيلعف دوري مغمور وأنه صفقة مش هتحدث الفرق مع النادي الأهلي وقد كان حقيقة يعني سافيو بشوفه الحقيقة واحد من أهم مكاسب ماتش بارة ومبسوط جداً 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 بالكرة أو بالهدف الأول اللي سجله في مباراة مهمة مباراة كانت سبب في تحقيق لقب وبطولة ده يخليه يدخل أكتر مع الفريق في اللي جاي مبسوط جداً بطاهر على فكرة في كل لعابة الأهلي كانوا نجوم حمدي فاتحي حاجة سوبر ما شاء الله ربنا يحفظه أكرم توفيق يعني إيه الروح ده وإيه الرجولة ده والمستوى ده والأداء ده الشناوي متولي عبد المنعم مش عايز أنسى حد طاهر طاهر مباراة أنا بشوفه من مكاسب المباراة بصوا طاهر حضر معنا في واحدة من أهم اللقطات اللي مش ممكن أبداً تتسل كل جميعنا دي لأهلي في مطش الرجاء المغربي مباراة سوبر إفريقيا مباراة اللي كان أهلي متأخر فيها لغاية تقريباً آخر المباراة وهي اللقطة دي ده طاهر يا جماعة شوفوا على الرغم من تسجيل طاهر هدف التعادل في مباراة الرجاء في مطش السوبر إن أنا بشوف اللقطة دي تحديداً بتلخص إمكانيات طاهر محمد طاهر طاهر لعيب كبير جداً 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 يمكن كان بيتعرض لضغوط كتيرة جداً يمكن التيشرت في الأول كانت تقيلة يمكن الجماهير بتاعت النادي الأهلي شيء ما كانش متعود عليه طاهر لكن أنا بشوف طاهر إمبارح الحقيقة قدم جزء كبير جداً من مستوى طاهر اللي أنا عرفه واللي احنا مستنينه يزهر مع النادي الأهلي لقطة الأسس بتاع الهدف التاني هو ده طاهر محمد طاهر بالمناسبة خليني أقول لحضراتكم أنا شايف إنه الأهلي من مكسب مبارح أوحق أنا لقب سوبر وأكسبنا نادي الزمالي ودول هدفين بالنسبة للجماهير نادي الأهلي أساسيين جداً لكن فيه أهدف تانية كتير جداً أو فيه مكاسب تانية كتير جداً اتحقت من مطش مبارح عشان كده أنا بصدي في النهاردة واحد من أهم من جوم الكرة المصرية كابتن ماره همام هيكون ضفنا فيه السادسة عايز أتكلم معاه وعايز أسمع صوتكم وعايز أتكلم معاكم إيه هي مكاسب بالنادي الأهلي من مباراة مبارح من مباراة السوبر المصري اللي فاز فيها الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0 وأنا ببدأ الحلقة النهاردة مش ممكن أبداً أبداً معديش على كابتن محمود الخطيب وأقول له حمد الله على السلامة وأقول له بنحبك بنحبك بص أنا الخطيب ده بالنسبة لي أنا شخصياً وأنا متأكد أنه بالنسبة لكل الأهلوية بالذات اللي عاشوا وتربوا وشافوا كابتن محمود الخطيب وهو في الملعب الرجل ده تحط عند الأهلوية في مكانة خاصة جداً وحالة عيش ومستمرة دايماً بيقولك أنه الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول له والكابتن محمود الخطيب على مدار تاريخه كله سواء كان لعب سواء كان إداري وصولاً لأنه بقى رئيس النادي الأهلي يظل الحقيقة في مكانة خاصة جداً شخص الحقيقة مش ممكن تفتكر له موقف وحش شخص مش ممكن تفتكر أنه صدر منه شيء مش كويس شخص الحقيقة بيكنله كل جماهي الكرة المصرية قبل الأهلوية كل الاحترام والتقديره بكرة كابتن محمود الخطيب بيحتفل بعيد ميلاده كل سنة ونزر طيب يا بيبو يا رب تكون سنة سعيدة عليك ربنا يكتبلك فيها ويحقلك فيها كل اللي انت بتحلم به وكل بتتمنىه ويديك فيها الصحة والسعادة كل سنة وانت طيب يا خطيب مرة تانية مبروح وألف مبروح ومليون مبروح في مباراة توقيتها بشوف مهم جد والمطشاط التقيلة دي صحيح كولر الحقيقة من ساعة مجيه ما خزناش لا بر ولا جوه لا في أفريقيا ولا في الدوري لكن المطشاط دي هي اللي بتخلي الثقة في مدير فني جديد تزيد وبتالي مبارح كولر يعني كسب ثقة جماهير نادي الأهلي قدم مباراة من عارة تقيل ولا دايماً لما بص على المدير الفني صحيح طبعاً مهم جداً فكرة التاكتكس وفكرة إراية المطشاط وإراية الخضرات المنافس وإراية سيناريو المطشو وإزاي يتعامل معاه كل دي حاجات أساسية ومهمة جداً لكن الراجل كمان أنا بالنسبة للنادي الأهلي يعني مش بكلمة على أي مدير فني بكلمة على المدير الفني هياخد قط اللبس فيه نادي اسمه النادي الأهلي الشخصية مهمة جداً والرجل الحقيقة يعني شخصيته على رغم أنه هادي يعني ما فيش مفعلات كتير نادر جداً لما تلاقيه مكشر أو نادر لما تلاقيه متعصب أو نادر لما تلاقيه بيزعق لكن شخصيته في منتهى القوة مدير فني مبشر جداً 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 أراهن إن شاء الله بإذن الله على أنه يقدر يكتب قصة نجاح كبيرة جداً مع النادي الأهلي عندي نقطتين في منتهى الأهمية صحيح المباراة خلصت بمكسب وخلصت بفرحة ومش عايز أخش في تفاصيل كتير جداً لكن سؤال لابد من طرحه تفادياً لتكرار السيناريو لأنه واضح إنه مش كل حكم أجنبي مفترض أن يكون جيد وده أنا شفته مباراة في حكم المباراة البرتغالي نمرة واحد كان من المفترض يعني أعتقد أنه من الطبيعي جداً لما يبقى فيه اتنين مديرين فنيين أجانب في الأجهزة الفنية لفرقتين بيلعبوا على بطولة من مباراة واحدة هو لقاء فاصل بيحدد مصير بطولة أنه تجنباً للشبهات يبقى جنسية الحكم الأجنبي بعيدة عن أي جنسية من جنسيات المديرين الفنيين وده ما حصلش فيه مباراة إنبارح دي نقطة الأولى النقطة التانية على مستوى المباراة نفسها بقى الحقيقة يمكن أنا حسيت مش عارف الأحساس ده وصل لكم ولكن ده كان أحساسي شخصي إنه فيه تحامل كبير جداً من الحكم المباراة على لعابي الأهل وأنا مش هتكلم في التفاصيل الصغيرة يعني مش هتكلم فيه الإنذرات اللي ملهاش لازمة مش هتكلم فيه المخالفات اللي اتحسبت على الأهلي وأصعب منها وأعنف منها ما تحسبش على نادي الزمالك لكن فيه حالتين الحقيقة أنا مش منتظر طبعاً من الحكم بورتغالي الرجل جيه حكم المباراة قبض فلوسه وسافر على بلده لكن منتظر من مارك تلاتنبرج بما أنه هو صاحب الحق الأصيل في اختيار الحكم اللي هيديني المباراة أنه يوضح لنا رأيه في الحالات دي حالتين على وجه التحديد ويمكن معظم جبهين النادي الأهلي كان بتكلم فيهم ولقدر الله لو كانت انتهت نتيجة المباراة لشيء تاني أعتقد كان الحالتين دول تحديداً هياخدوا حيز كبير جداً من النقاش ومن التحليل ومن الأراء لأنه حالتين مثيرين للجدل بمعنى بمعنى الشك وصولاً للشك يعني شك في قرار الحاكم نمرأ واحد الكرة الأولانية بتاعة محمد عبدالغني وحمدي فتحي في منطقة جزاء نادي طب ده الفاول بتاع زاكرية الوردي طبعاً في بداية المباراة واللي خاد فيها انذار وأعتقد انذار صحيح جداً كرة عبدالقادر طبعاً يعني أنا ولا أنا مش عايز أعدي الحاجات الصغيرة دي لكن كرة عبدالقادر اللي خاد فيها انذار أعتقد أنها حتى لو ما تحسبتش ضربة جزاء فأحمد عبدالقادر في الكرة دي ما يستحقش انذار لأنه حصل احتكاك بينه وبين محمد عواد أدى للسقوطه داخل منطقة الجزاء ده طبعاً تدخل زاكرية الوردي ومن الواضح كده أنه زاكرية الوردي اللي قال كلاتنبرج أنه كان يستحق الطرد في مباراة سيراميكا كليوباترا واضح جداً أنه هو لعب عنيف القصة مش قصة تدخل قوي أو آخر لكن التدخل ده تدخل فيه بيتقال عليه في بعض الأولى تهور ولكن أنا بيشوف أنه عنف بدرجة كبيرة جداً كرة عبدالقادر ما أعتقدش أنها كانت تستحق الإنذار إنذار علي معلول اللي خده هي كرة دي تحديداً كرة دي ممكن ما تبقاش ضرب الجزاء على فكرة يعني ممكن حكم يحسبها ركل الجزاء وممكن حكم تاني ما يحسبهاش وأنا هقول أنه حتى لو ما تحسبتش ضرب الجزاء أعتقد أنه عبدالقادر ما كانش يستحق فيها إنذار لأنه حصل احتكاك بين محمد عواد وبين القدم اليسرى لأحمد عبدالقادر عبدالقادر نتج عنها سقوطه هل هو سقوط يعني متعمد سقوط في تمثيل لا في احتكاك حصل حتى لو لم يكن احتكاك مقصود بين محمد عواد وأحمد عبدالقادر ينتج عنه مخالفة تترجم لركلة جزاء هو الاحتكاك اللي بقول حضراتكم عليه رجل عبدالقادر الشمال في رجبة محمد عواد ممكن ما تحسبهاش ركل الجزاء لكن بالتأكيد هي مش إنذار الإنذار بتعالي معلول اللي كان فيه بيعترض على حكم المساعد أعتقد ده إنذار مجاني طبعا يعني أنا ألوم على معلول طبعا تصرفه لكن في النهاية كان فيه حالات كتيرة جدا مفترض أنه يظهر فيها الكارت الأصفر للعابي نادي الزمالك بالمثل يعني إذا كانت دي بالنسبة لك مخالفة تستدعي اللجوء لعقوبة إدارية وتدي نتجاتها إنذار فأعتقد أن فيها حاجات كتيرة جدا كانت أصعب وأعنف من بعض اللعبين في نادي الزمالك كانت تستدعي إنذار اللعبتين الأساسيين بالنسبة لي هي كورة حمدي فاتحي في السكس يورد بتاعة نادي الزمالك اللي تلقى فيها دفعة واضحة وصريحة من عبدالغاني وما تحسبتش أي حاجة وعلى الرغم من أنه عبدالغاني أساسا ما وصلش الكورة يعني ممكن نفهم أنه احتكاك عادي لو عبدالغاني وصل للكورة لكن هو اللي حصل بالضبط أنه عبدالغاني حرم حمدي فاتحي من الوصول للكورة وما لمس الكورة وبالتالي أعتقد كان فيها بنسبة كبيرة جدا ركل الجزاء صحيحة للنادي الزمالك اللعبة الثانية برضو داخل منطقة جزاء نادي الزمالك كلام طبعا أنا ما بحسبش الحكم الحكم خلاص راح بلده ما لوش علاقة بينا لا من قريب ولا من بعيد ده كي أتكلم هنا على لجنة الحكام إرايتها إزاي في أحداث المباراة للواقعتين دول على وجه التحديد لأنه ده يحدد لنا الدنيا هتكون ماشية زي بعد كده الواقعة الثانية كرة علي معلول اللي احتك فيها أو اللي جري فيها حاول فيها يلحق الكرة مع تداخل محمد عواد المسافة كانت بعيدة قوي بينهم المسافة كانت بعيدة جدا وكرة كانت بعيدة على معلول وكان صعب أنه يلحقها لكن بص التداخل هنا بعد ما عواد استلم الكرة ومسكها خلاص وانتهت القصة وما اعتقدش أنه علي معلول كان في الطريق أنه هو يصطدم بعواد بص مادة الرجل دي بص تصدير لستادز ستادز بتاع حزاء محمد عواد في رجبة علي معلول اعتقد أنه معرفش طبعا خبراء التحكيم ممكن يقولوا على لعبة بالنوع ده هل تحتسب ركل الجزاء ولا لا في حالات كتير جدا مشابهة شفت حكام ساحة بيحسبوا الكرة دي ضربة جزاء على حرس المرمو نتيجة مخالفة حرس المرمو وفي حكام تانين لا لكن اعتقد أنه التدخل ده كان يستطيع أيضا توجيه انذار لمحمد عواد وفي النهاية ده مجرد رأي لكن في النهاية يهمنا نسمع تعليق دي كرة بتاعت عبدالغني هل هنا عبدالغني لعب الكرة يعني هل النطة هل الجمب التيك اوف اللي خده عبدالغني في الهوى عشان يضرب أو يبعد جسم حمدي فتحي في الكرة دي ممكن تعدلنا كرة تانية لو سمحتوا هل الجمب هنا بص عبدالغني خد تك اوف مع حمدي فتحي هل حمدي فتحي أو هل عبدالغني نتيجة محاولته دي خد الكرة ولا هو بس تسبب في اعاقة ومنع وصول حمدي فتحي للكرة في المنطقة دي وبالتالي دي تعتبر مخالفة بصوا من هنا الزاوية دي أوضح جدا ده مش كتف قانوني ده اعاقة واضحة وصريحة اللعب حمدي فتحي في الهوى وتدخل معاه وهو في الهوى عبدالغني عشان يبعدوا عن الوصول للكرة وعبدالغني نفسه ما وصلتش للكرة ولا لعبها وبالتالي اعتقد ان دي كتراكل الجزاء صحيحة جدا للنادي الاهلي انا مش بحاسب لكن بقول مستنين تعليق على اللعبتين دول تحديدا قانون الكرة او لجنة الحكام بتشوف اللعبتين دول ازاي هل هم ما فهمش اي حاجة هل هم لا يستحقوا عقوبة ادارية او عقوبة او هزهر فيها شادي حسين على شاشة قناة النادي الاهلي واول حديث خلينا نشوف بعد فوز الاهلي بالسوبر مبارح نجم هجوم النادي الاهلي شادي حسين ال اي ونرجع لحضراتكم اول ظهور لك معنا على قناة الاهلي مليون مبروك شادي بطولة غالية جاية في توقيتها تبدأ مشوارك مع النادي الاهلي المشوار اللي استنته كتير بطولة وامام نادي الزمالك اعتقد امر بالنسبة لشادي حسين الكتير النهار الحمد لله رعبار الجالة والحلو انه جاي بعد ممكن تعب وممكن كذا بطولة لنادي الاهلي يخسرها وجاي مع نادي كبير نادي الزمالك فده اللي بيخلي الطعم احلى بكتير وبداية الموسم كمان فبإذن الله ده يبقى موسم كبير للنادي الاهلي ويحصد فيه كل البطولات اللي يشارك فيها بإذن الله اول مباراة للنادي الاهلي على ملعب الاهلوي السلام وكتأول مباراة لشادي حسين في وجود جمهور النادي للجماهير هتفت ونادهت على شادي حسين النهاردة جمهور النادي شايف المشهدين دول إزاي وعلاقة الحب اللي من جمهور الاهلي لشادي حسين جمهور النادي الاهلي دايما دايما في ظهر كل اللاعبة بس وممكن القصة مختلفة شوية عشان أنا كنت فيهم لأيام معاهم ووسطيهم وبقيت فجأة في الملعب فدي ممكن تبع الحالة المختلفة ما بيني وبين ناد ما بيني وبين الجمهير يعني فأتمنى أن أدوم بإذن الله وقدر أسعادهم وأقدر أن أنا أكون عند حسن ظنهم إن شاء الله المباراة دي بالتحديد والبطولة دي بتمثل إيه لشادي حسين؟ هبوس التخيل كده أنت بتروح النادي اللي طول عمرك بتحلم تلعب فيه فجأة بتلاقي إنك ممكن تكسب ماتش مع يعني دايما طبعا المنافس التقليدي بتاعك تكسبه ببطولة فده خمس ماتش اللي لأي مع النادي الأهلي ببطولة خمس ماتش بخدت بطولة فلا طبعا إحساس عمري ما كنت ممكن أقدر أتخيله أو وصفه حاجة جميلة يعني عايز أرجع للسانة بس أحد المسؤولين في النادي الأهلي الموسم الماضي قال فيه لعيب كنا مخلصين كل حاجة وكان لآخر لحظة يعني يتمنى أن هو يكون موجود في النادي الأهلي وقال مش أقول على اسم هذا اللعب ما فقدتش الأمل السنة اللي فيتت بعد ما الموضوع تتقفل وكان عندك الأمل والتصميم أنك تكون موجود مع النادي الأهلي السنة الثانية وصو الله أنا فكرة أن أنا كنت ألعف النادي الأهلي دي كانت حاجة أنا حاسة أنها تحصل يعني أنا قلت كده بل كده وأنا حاسة أنها حاجة أكيدة بس إمتى وإزاي أنا مش عارك بس ربنا كان يلهمني أن دائما أنا لما ألعف النادي الأهلي أي حاجة في دماغي لما أجلها لما ألعف النادي الأهلي بس فالحمد اللهي البيت عايز أقول ماذا؟ الوالد، الوالدة، وكلهم أنا عارف أكيد النهار ده كلمتهم حبايب قلبي يا رب اني خليكوا ليا يا رب ودائماً فضاهر يا رب وما يبطلوش دعوه على النادي الأهلي وما يبطلوش دعوة على نهاية يعني رباني خليكوا ليا يا رب دائماً فضاهر مبراوك يا شدي ومبراوك للكل نجوم النادي الأهلي وبعد المكسب ده وبعد البطولة دي مستنين بقى اللي جاي اللي جاي أصعب واللي جاي أهم بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي ولو عندك عشر مديرين فنيين لعبين بطولة بر مصر ورجعين متواجين بالبطولة وجايين من رحلة صفر وطيران يعني تسعة منهم أكيد هيقررون أنه النهاردة يبقى راح إلا مرسال كولر اللي قرر أنه يرجع من المطار على النادي وكان فيه طبعا استقبال خاص جدا لنجوم النادي الأهلي طبعا دي لحظات الوصول لمقار النادي الأهلي في الجزيرة الرجل قرر أنه النهاردة تمرين يعني من النهاردة رجع من امبارح كاسبان بطولة سوبر وبيلعب في الإمارات وجاي بالطيارة ووصل للقاهرة عشان ما يريحش عشان يشتغل وعشان يشتغل مع اللعيبة زي ما انتم شايفين طبعا كولر بأول بطولة يحققها مع النادي الأهلي في خمس مباراة طبعا إن شاء الله بإذن الله واحدا برضو من مكاسب المهمة جدا الدفع المعنوية طبعا أنك انت تبتدي الموسم ببطولة أعتقد مستويات الثقة تعلى الحالة المعنوية والفنية هتزيد وإن شاء الله بإذن الله تكون بشرة خير وفتحة خير في المسلم دمام مر شرفي طبعا كابتن سيد عبدالحفيز عبد المنعم اللي هيعمل ألف السلامة طبعا رجل بمعنى الكلمة هيعمل عملية في صابته في الأنف بمناسبة كمان العمليات خلينا طمينكم لأن طبعا إصابة إمبرح كابتن سامي أمصان طبعا الجهاز الفني إمبرح إصابة برونو سافيو ألاقت كتير من جماهير النادي الأهلوية دي تمرينها النهاردة اللعيبة اللي مشاركتش في المباراة واللعيبة اللي خدت أوقات بسيطة أو كانت تغييرها يعني في المباراة شاركت النهاردة في تمرينها كاملة لكن اللعيبة اللي شاركه أو لعبه أساسي في مطش إمبرح النهاردة كان ليهم بعض التمرينات اللي سيشفائية طيب هنكمل كلامنا عندنا كلام كتير نقوله في السادسة بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل مباشرة جاهز وسليم الكلام على برونو سافيو أعطب من جماهير النادي الأهل اللي يمكن إلقى تنبرح بعد إصابته وخروجه وتغييره في المباراة لكن دكتور أحمد أبو عبلا أكد طبعا أن برونو سافيو جاهز ويشارك مع الأهل إن شاء الله في التدريب الجماعي خلينا نروح للفيديو كونفرنس بتاع حلقة النهاردة هيكون في ضيفتنا في السادسة مارتين أونيل وهو مدرب طبعا ليستر سيتي وأستن فيلا ومنتخب إيرلندا السابق هيكون ضيفتنا النهاردة في السادسة بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة الأهل شكرا على شركتك معنا في السادسة شكرا جزيلا أنا سعيد جدا لتواجدي معكم شكرا جزيلا يعني البداية وأنت كنتم مدرب سابق لفريق ليستر سيتي واحد من الفرق اللي قدمت الحقيقة مستويات جيدة جدا في المواسم السابقة صعدت للبريمير ليج في حققت لقب البطولة قدمت عدد كبير جدا من النجوم لأهم فرق الدوري الإنجليزي إزاي بتشوف تراجع مستواهم وإزاي بتشوف خسرتهم النهاردة أمام منشستر سيتي حسنا هذا أمر مخيبا للآمال بالطبع منشستر سيتي كان لديه أوقات رائعة ليذكرها في السنوات الماضية فاز بالدوري الإنجليزي وفاز بالف اي كوب مرات عديدة فالأمر الآن من الصعب أن تكتشف ومن الصعب أن تستنبط أسباب التأخر في المستوى الفريق لديه لعبين رائعين على سبيل المثال حارس المرمى وبعض اللعبين الآخرين بعض اللعبين المدهشين ولكن هذا الأمر مخيب للأمال أن يكون لديك هذا الأداء في هذا الموسم بالرغم من الهزيمة اليوم كان لديهم العديد من المرات التي فازوا فيها وأدوا بشكل جيد ولكن هذا أمر مخيب للأمال بتشوف إزاي خريطة المنافسة على بطولة أو لقب البريمير ليك في الموسم الحالي يعني بشوف أنه مانشستر سيتي يمكن هو الاستثناء الوحيد هو الفريق اللي قادر يحافظ على حظوظه وعلى مستوياته في المواسم الأخيرة كل سنة يمكن بيظهر فريق جديد هل تغيرت الخريطة من وجهة نظرك؟ هل تتوقع منافسة من نادي معين لنادي السيتي على لقب البطولة؟ الموسم مستمر لا نستطيع إذا كان هلند في نفس المستوى وحافظ على كفاءته التهديفية فأستطيع أن أقول أن مانشستر سيتي سيكون الفريق الأقوى وليس فقط في الدولة الإنجليزية ولكن في أوروبا ككل فبالتالي بالطبع بيب كورديولا استطاع أن يكون فريق قادر على الفوز بشامبيونز ليغ هو قادر على صنع هذا الحدث ولكني لا أرى ولكني لا أراه يأخذ الدور الإنجليزي على محمل الجدية هذا الموسم أعتقد أن هناك العديد من الأندية كأرسنل تؤدي بشكل جيد رائع جدا هذا الموسم أرسنل يؤدي بشكل رائع كتيبة أرتيتا يسيرون بخطة ثابتة في كل التحديات أعتقد أن ليفر بول يفقد النقاط توتينهام يفقد النقاط ولكن وتوتينهام أيضا ولكن لا يسيرون بنفس الثبات ولكن مانشستر سيتي أعتقد أنه الفريق المرشح للفوز بالدور الإنجليزي من وجهة نظرك ليه حصل التراجع على مستوى ليفر بول يعني ليفر بول كان في الموسم الأخير بينفس على لقب دوري الأبطال لغاية مباراة البطولة كان بينفس على لقب البريمير ليج لغاية آخر ثواني في عمر البطولة لم يفقد سوى ساديو ماني ورغم أنه نجح في التعاقد مع داروين نونيز من وجهة نظرك ليه تأخر ليفر بول أو ما سبب تراجع مستوى ليفر بول في الموسم الحالي من وجهة نظري الشخصية فإن رحيل ساديو ماني يعد خسارة كبيرة كبيرة جدا هو لاعب رائع وليس لاعب موسم الواحد ولكنه لاعب ثلاثة وأربعة مواسم بشكل رائع مع ليفر بول خط الهجوم قد عانى كثيرا بعد ساديو ماني وكذلك خط الدفاع ساديو ماني كان يؤدي بشكل جيد بشكل رائع على مستوى كل الخطوط ولكنه حينما ذهب إلى بارد ميونيخ فبارد ميونيخ عليها أن يستفيد أقصى استفادة من ساديو ماني فليفر بول على مستوى الفريق أعتقد أن ليفر بول يجب عليه إضافة لاعب خط منتصف آخر للكتيبة أعتقد أنهم خسروا بسبب انخفاض المستوى على مستوى خط النص ولكن ليفر بول الآن فريق قوي ولكنه لا ينافس على مستوى الدور الإنجليزي هو الآن ينافس ويركز على دور الأبطال ولكن في هذه اللحظة يجب عليك أن تقول أن ليفر بول ليس بنفس القوة التي كان عليها في الموسم الماضي انتقالا لمسبقة الشامبيونز ليج وإحنا على بعض جولة أخيرة من دور المجموعات وبعدها نروح لدور الستاشر أعتقد أن في فرق كتير ظهرت بمستوى كويس بتشوف إزاي فرص الأندال الإنجليزية عموما اللي بتشارك في البطولة في التتويق باللقب وخصوصا حتى بعد خروج بعض الأندال الأسبانية اللي كانت يعني نادي بحجم برشتونة نادي بحجم أتلاتكو مدريد وادعوا البطولة إزاي بتشوف فرص الأندال الإنجليزية في المنافسة على لقب الشامبيونز ليج في الموسم الجديد حسنا أعتقد أن أعتقد أن معظم الأراء تتفق معي إذا قلنا أن البطولة الحالية قوية جدا وأعتقد أن الأندال الإنجليزية هي الأقوى إذا تتفق معي أحد فالدور الإنجليزي هو أقوى دوري في العالم الدوري الأكثر وفرع على اللاعبين رائعين أو أفضل اللاعبين في العالم بريال مدريد قام بالعديد من التغييرات برشلونا كذلك قاموا لعيب التغييرات وأتلاتكو مدريد فأعتقد أنه ليس هناك ليس هناك مفاجآت كبيرة بالنسبة لي على مستوى المنافسة بالنسبة لإشبيلية كذلك لا يستطيع المنافسة فالأنديا الإسبانية بشكل عام قوية ولكن لم تبدأ هذا الموسم بشكل قوي الموسم الماضي كان لدينا كان لدينا منافسة على لقب ومن أول أيام المسابقة هذا الموسم لم يثبتوا الكفاءة كما أثبتوا في الموسم الماضي أعتقد أن بيرن ميونيخ الآن باللعبين الذين لديه لعبين رائعين يستطيع أن يستمر وينافس في البطولة في هذه اللحظة الأندية الإنجليزية هي أقوى الأندية في بطولة دوري أبطال أوروبا بمناسبة الأندية الإنجليزية خليني أسألك على أثنين من أهم اللاعبين أو أثنين من أهم اللاعبين طبعا في الدوري الإنجليزي في التوقيت الحالي البداية معك كريسيانو رونالدو إزاي بتشوف علاقته بمانشستر يونيتد وإدارة منشستر يونيتد من ناحية وعلاقته أيضا بتنهاج المدير الفني المانشستر يونيتد وهل أنت مع فكرة بقاءه واستمراره في الأول ترافورد أم رحيله لنادي آخر حسنا يوجد العديد من الأشياء لنعدها في الاعتبار أول شيء هي علاقة المدرب باللاعب يجب عليها أن تتحسن فتنهاج الآن لا يفكر لا يفكر في البدء برونالدو هو رونالدو رونالدو كان لم يكن لديه مشكلة في أن يبدأ المباريات في المواسم السابقة ولكن الآن نعرف أنه يتقدم في العمر لا يستطيع أن يؤدي مكان يؤديه في السابق فأعتقد أن هذا التوازن الذي يجب عليها أن يحققه يجب عليها أن يفكر في المستواه الحالي وما يقدمه في هذا الموسم فالأمر صعب على المدير الفني إذا كنت مكانه سيكون الأمر صعبا علي إذا كان لديك هذه النوعية من اللاعبين مثل رونالدو سيكون الأمر صعبا أن تقول له لا مكان لك في التشكيلة الأساسية لكن يجب على رونالدو أن يتفهم ذلك أن الأمر صعبا المدير الفني يريد إحراز المزيد من الأهداف أعتقد أن رونالدو لديه نظرة أنانية نوعا ما تجاه نفسه يريد أن يلعب هو يريد أن يلعب ويريد أن يشارك ولكن منشستر نايتد إذا قلت أنهم يدعوه يذهب ولكن عليك إحضار لعب أو آخر يعوض رونالدو أعتقد أن رونالدو أعتقد أن منشستر نايتد الآن يجب عليهم أن يحتفظوا برونالدو على الأقل لنهاية الموسم يهمني أسألك عن محمد صلاح رأيك في مستوى الموسم الحالي لاعب كان بيحافظ على فرصه دايما وينافسه بحقق لقب هداف الدولي الإنجليزي إزاي بتشوف مستوى الموسم ده وإزاي بتشوف قدرته على منافسة مكينة الأهداف إيرلينغ هولند حسنا في بداية الأمر محمد صلاح في المواسم الماضية كان مذهلا كان رائعا لا أقول أن محمد صلاح كان في مستوى رونالدو وميسي في المواسم المنقضية لم يقل عنهم كثيرا محمد صلاح كان يحسن مباريات كان رائعا كما الحال مع ميسي ورونالدو فهو لعب عالمي لعب رائع والتوقعات بالنسبة لمحمد صلاح عالية دوما ليس فقط على مستوى جماهير ليفر بول وليس أيضا جماهير بلده مصر ولكن على مستوى العالم محمد صلاح يستطيع أن ينافس الآن أو لا أعتقد الأمر متوقف على مستوى ليفر بول ومنافسة لمنشستر سيتي إذا 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 بقي إذا بقي اللاعبان في نفس المستوى الرائع أعتقد أن الأمر سيكون صعبا ولكن أعتقد أن محمد صلاح يجب أن يصنع له المزيد من الفرص ليستطيع أن يهدف وينافس إيرلينغ هالند إذا كان إيرلينغ هالند في نفس المستوى العالي من اللياقة والتفوق فأستطيع أن أقول أن إيرلينغ هالند سيتفوق هنفتقد الأتنين في بطولة كاس العالم المقبلة لكن خلينا أسألك البطولة اللي جاية وبطولة بتقام لأول مرة في توقيت يعتبر في منتصف الموسم إزاي بتشوف شكل المنافسة مين الفرق اللي أنت بترشحها أو شايف من وجه نظرك أن عندها القدرة على الوصول التحقيق لقب البطولة حسناً بطبيعة الحال أعتقد أن الأمر صعباً أصلاً على كل المنتخبات في كاس العالم الأمر صعباً أن تتوقع الأرجنتين والبرزيل بالطبع لديهم صفوة لعبين فرنسا كذلك وإنجلترا كذلك لديها إنجلترا إنجلترا مرت بسنوات صعبة مؤخراً ولكن المبارتين الأخيرتين كانت في الحقيقة لا أعتقد أنها لا أعتقد أنهم بالأهمية اللازمة لنحكم على منتخب أنجلترا أعتقد أعتقد أن اللاعبين إذا كانوا في المستوى المطلوب ذهنياً وبدنياً وفنياً فأستطيع أن أقول أنهم سيننفسوا ولكن الأمر صعب الآن فبالتالي المنافسة في كاس العالم بالنسبة لي مفتوحة لكل الاحتمالات أي فريق قوي مرشح ليصعد للدور المقبل أعتقد أعتقد أن أعتقد أن كل شيء يمكن أن يحدث في ليلة المباراة أعتقد أن منتخبات لديهم فرص سانحة المنتخبات الأوروبية لديها فرص أكبر لتفوز بكاس العالم ولديها فرص جيدة كمنتخبات أمريكا الجنوبية فالمنافسة فالمنافسة تقام في الوقت بالنسبة لي في الوقت الخاطئ في السنة هذا رأيي ولكن هذه هي طبيعة الحال أعتقد أننا سنكون متحمسين أكثر لنرى كأس العالم نتمناها كجماهير بطولة قوية بطولة ممتعة بطولة بننتظرها كل أربع سنوات فنتمنى الحقيقة أن نشوف كرة على أعلى مستوى مارتين أونيل طبعا المدرب السابق لليستر سيتي ولأسنفيلة كل الشكر دي كانت أراءه فيما يتعلق بمعظم ملفات الكرة العالمية فاصل ونرجع لكم في أستادسة مع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وضفنا النهاردة في أستادسة كابتن مهر همام لقب رقم 12 وكلر ينضم لقائمة العظماء السبعة سبع مديرين فنيين حققوا 12 لقب سوبر مع النادي الأهلي منهم اتنين بورتغاليين توني أوليفيرا ومانويل جوزي منهم اتنين سويسريين كولر مارسل كولر وريني فيلر منهم واحد أسباني إخوان كارلوس جاريدو واثنين مصريين كابتن حسام البدري وكابتن عبدالعزيزة عبدالشافي ألف مبروك للنادي الأهلي ألف مبروك للجماهير وإفرحوا زي ما أنتم عايزين وإن شاء الله بإذن الله كمان الفرحة لسه جاية والبطولات إن شاء الله ترجع مرة تانية تملى دولاب بطولات النادي الأهلي مرة تانية برحب كابتن مهر همانف يفتنا النهاردة في السادسة ألف مبروك كابتن مهر بتأكيد سعيد زي ما كل جماهير النادي الأهلي ليس بس بالفوز لكن بالحالة وبالروح وبالأداء وبمارسل كولر الحقيقة أجمع جزء جبين من الجماهير إنه كان نجمع النجوم اللي قائم بارح بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً بن بارك لبنادي الأهلي كمنظومة مجلس قدرته كابتن مهرون الخطيب الجهز الفني مستر كولر وجهازه المعاون الإداري والطبي واللعبين وجميع النادي الأهلي العظيمة بقى يا أحمد يعني عايز أقولك إن ده مجهود بصراحة باين أوي واضح في خلال الفتر اللي فاتت يعني إحنا بخبرتنا كده يمكن عدنا نتكلم مع بعض في كذا حلقة وإنه مش قلقانين عن نادي الأهلي اللي فيه كرارات من مجلس الضرق اتعاملت بشكل كبير جداً بشكل احترافي حيثة ارتياحية اللعيبة أو راحة اللعيبة دي يخل بالك يا أحمد دي دي كانت المفتاحة أو الانطلاقة اللي إحنا بنشوفه دلوقتي حيثة راحة اللعيبة اللعيبة فعلاً كانت وكننا احنا كمان ما نبررش أو احنا كنا نعلق شماعة على حتة الإجهاد والإصابات ودي كانت حقيقة وقعة ما كانش مقنع الكلام ده في وقته كابتر ميل خالص خصوصاً كمان انه كان فيه دايماً طول الوقت محاولات ممنهجة بالظبط للتشكيك تشكيك في مدير فن جديد تشكيك في صفقات سواء من ناحية الكم أو الكيف يقولك اللعبة اللي موجودة الجيل ده من اللاعبين انتهت صلاحيته على الأهلي والفكرة دي سنة بسنة كده اتسللت شوية لعقول جماهي النادي لأهلي بتقولك احنا عايزين عشر صفقات احنا عايزين ولما كنا بنقول هنا جماعة الأهلي مش محتاج يدعم صفوفه غير بثلاث أو أربع صفقات في مراكز معينة يبقى فيها الكواليتي عالي جداً صفقات كانت الناس بتحجبنا وبتزعل مننا لما بنقول ده لكن لما بيحصل ده برد عملي زي ما بطاعت حلقة النهاردة على الملعب بقى تشوف الفريق أقوى سكواد في أفريقيا والحقيقة مدير فني كمان أثبت كفاءة كبيرة جداً مش بس من النهاردة الحقيقة في كل المطشاط اللي قدرها مع النادي ما هي كيمة البطل كده يا أحمد خد بقى لك ضريبة البطل الناس عايزة تنول منه عايزة تحبطه عايزة توقعه لكن صعب البطل ده أبو 15 سنة إنجازات ونادي القرن صعب جداً المؤسسة دي كبيرة جداً يا أحمد قوية جداً 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 فالنهاردة بتضرب بتضرب مثل أنه لازم يحصل بقى دراسة ولازم نشوف العجاز والإنجاز اللي بيحصل في القلعة الحمراء ده وعشان كده احنا في مكانة تانية إحنا كنا نتكلم على إن إحنا المنافسة بيننا وبين ريال مدريد مش منافسة بيننا وبين أسيا والأفريقيا لا الحمد لله إحنا تخطينا الجزئية دي فده إذا كان بيدل فبيدل على إن فعلاً خبرة أعضاء مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب وفي آخر حالة أنا كنت معاك لما كانت اللعبة بتبدأ تجهز المعادل الانضباط في المطار واستعدادها للسفر وبعدين اللقطات اللي جاتنا من خلالي الطيارة قلت لك بص يا أحمد بص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مركزين إزاي وبعدين الكبر ده قلت على اللعبة قلت لك بص اللعبة اللي بيقرف القرآن واللي قاعد مركز كل الكلام ده كان مؤشر لنا بترجم الحلقة طبعاً بترجم الحلقة الحلقة إيجابية عشان كده قلت لك أنا مش قلقان في مؤشرات اتعاملت بتأكد النادي الأهلي رايح يجيب الصوبر النادي الأهلي راجع النادي الأهلي حيعود مرة تانية البطولة دي في توقيتها كمان في بداية الموسم من كابتن مال مهمة جداً يعني الراجل النهاردة لما يبقى كسبان بطولة مع النادي الأهلي ويبتدي لسه المشوار بياخد الدفع يكسب ثقة جمهور طبعاً طبعاً يعني خالي نتفق إنه بداياته الراجل كانت مبشرة سواء في كل مطشاط اللي لعبها كسب الأربع مواجهات في أفريقيا وفي الدوري المحلي شباك الأهلي ما استقبلتش شكل الفرقة فايق اللعيب على الأرض حالتهم غير نهاية الموسم الأخير فكان فيه بوادر بتقول والله يا جماعة الأهلي جاب مدرب كويس لكن لما يكسب بطولة وعلى حساب نادي الزمالك في التوئيد أعتقد كمان هتفرق كتير جداً مع الفرقة ومع الراجل ومع الجهاز في الفترة اللي جاية كل الكلام اللي قلناه ده يا أحمد على جاب وبعدين حتة النكتة تكسب بطولة السوبر ومن نادي الزمالك مولود جديد للراجل ده الثقة المتبادلة جمهيري نادي الأهلي يا أحمد خلبلة ما بتصقش فاهم دور فني إلا لما يكسب الزمالك فإحنا كل الكلام ده كنا إيه زي بتقول بنسخب بلغة الكورة تسخين آه كويس آه بيقدي آه لكن النهاردة هي دي هي دي بقى الختم اللي بتختم عن مستر كولر بالنسبة ثقة جمهيري نادي الأهلي فيه يعني نادي الأهلي بتفهم وثقفها ووعيا مواجهته مع فريرة شفتها إزاي وخصوصا أنه فريرة يعني الأهلي بالنسبة له كتاب مفتوح الراجل بالنسبة له الزمالك آه آه أنا ذاكرت الزمالك كويس آه حطيت إيدي على نقاط القوة ونقاط الضعف آه جهزت فرقتي كويس قوي مواجهة نادي الزمالك لكن في النهاية بالنسبة له أول مرة بيلعب مع الزمالك وهو يمكن ما عندوش الباكجراوند أو الخلفية المرتبطة بفكرة الحساسية والندية والمنافسة اللي بين الفرقتين بشكل كبير فبالتالي هو بالنسبة له ماتش كورة مهمة آه لكن هو مش فاهم برضو تفاصيل حكاية قرأ الزمالك إزاي من وجهة نظرك شفت قرأيته للمباراة سيناريو بتاعها والراجل لما السأل كذا مرة قال أنا بأخذ مباراة مباراة يعني صراحة يعني مباراة الزمالك زي مباراة أسوان زي مباراة الإسماعيلي دي بطولة في حد ذاتها طبع بعيد عن الدوري وبعيد عن أفريقيا وبعيد عن الكاس لكن هو المؤشرات كانت باينة أو من بداية إنه هو لما تولى المهمة واضح أو إنه هو حريص جدا منضبط جدا عنده ثقة في اللعيبة في العمل النفسي أداؤه داخل الملعب يعني عاز أقول لك كل الجوانب التحضيرية لهذه المباراة نجح فيها بدرجة امتياز لكن عاز أقول لك حاجة أحمد هو طبعا بالنسبة له المباراة دي هو عارف طبعا يهمه نقصب المباراة دي أكيد طبعا من ساعة مجاوية لكن من ساعة منزلت من القاهرة والنسبة يتكلمني الزبط على مرض الزمالك لكن هو من شغله خلال الفترة اللي فاتت من فترة الإعداد طبعا عاز أحيي طبعا الجانب البدني رجل معد الأحمال اللي مخلي شكل لعبتنا بالنسبة للحرقة وبنسبة الأداء وبنسبة للمجود المبزول وبنسبة الروح للقتالية العالية ده يؤكد إن هو رجل بردك معاستف على أعلى مستوى حتى كمان زي ما بقولك اللقطات اللي كان بتيجي لعبة الأهل وهي مبتسمة اللي بتسمى دي اللعبة بتبعت رسائل لجماهيرها إن الرجل ده إحنا عندنا ثقافية إن الرجل ده بلغة الكرة كده هيحطنا في حتة تاني الرجل ده هيرجع علينا الأمجاد اللي فاتت الرجل ده هيبقى صاحب بطولات خلال الفترة الجاية مهم إنه اللعبة يبقى عندها القرنعة دي يا كابتن مار عشان تترجم على الفريق وده اللي حصل النهاردة أنت لما بدأت الملف الأولاني بتاع أفريقيا أول مرة بتشوف الكسافة العددية وعدد الفنالات الحبرة داخل الـ 18 في كل هجمة أكتر من 3-4 لعيبة غير اللي بيساند غير اللي بيتابع فده كل دي مؤشرات بتأكد إن اللاقة البدنية والجنب المهاري والجنب الخططي اللي الرجل اللي بيشتغل عليه واحدة واحدة لا هو ده النهار الأهلي هو ده النهار الأهلي اللي حيعود تاني الانتصارات النهار الأهلي اللي حيعود تاني يمتعنا بالقرى الجميلة اللي احنا اللي احنا يعني محرومين منها بقالنا فترة فالراجل الجنب البدني اهتم بيه جدا بشكل كبير وده مؤشر بيأكد لك أحمد إنك انت تقدر بقى في الجنب المهاري تقدر تشتغل شوف انت بقى الجنب المهاري اللي بنحكس على العيبة في أداهم التسليم والتسلم نقل هجمة من تحت تقرب الخطوط كل حاجات دي جنب بيهاري الجنب الخططي نفس الكلام تحس ان الراجل عنده جمل تاكتيكية بيشتغل عليها كرة ثابتة كورنن فاول في حاجات كتير مبارح شفتها في الموتش تحس انها متحفزة واللعيبة متدربة عليها وجمل متفق عليها مسبقا يعني مش وليدة اللحظة ووليدة الإبداع في الملعب خلينا أسألك على اللعيبة على نجوم المباراة مبارح وعلى لقطة الهدفين شوفتوهم ازاي لسه تسمح لنا كابتن مار نروح لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم صفر كبير هو عدد الأهداف اللي دخل لتشباك النادي الأهلي من بداية الموسم صفر حقيقي من خمس مطشاط اتنين في دوري لأبطال زهابا واياما مع التحدي المونستيري واحد صفر وثلاثة صفر ثم الفوز على أسوان والإسماعيلي في الدوري بنتيجة واحد صفر ثم الفوز على الزمالك في السوبر المصري بنتيجة اتنين سفر وبالتالي سفر كبير جدا يحصى بالحقيقة فيه فضل لمارسل كولر يحصى فيه فضل للشناوي ويحصى فيه فضل أيضا لسناقية جديدة بتظهر فيه خطة فعلا دي الأهلي لأول مرة الموسم ده عبد المنعم ومتولي رأيك في تطور حقيقة يمكن ده كان يعني برضه عشان ندي كل حد حقه وينسب الفضل تولي ريكاردو سواريش المسئولية في نهاية الموسم حسنا بتطور بشكل كبير وكانت واحدة من النقاط الضعف اللي موجودة في أداية النادي الأهلي تحت قيادة مسلماني ونجح كولر الحقيقة أنه يحافظ عليها ويتطورها مع وجود طبعا صنائية كان هو ليه صاحب الرؤية والفضل فيها اختياره متولي مع عبد المنعم بالزبط يا أحمد زي ما قلت كده وده بيرجع من الهيد كوتشات اللي عندها عندها حس وعندها وعي وزي ما شفنا كده ان هو برضك موضوع ان هو بيقيد أي أخطاء إذا كانت دفاعية أو هجومية أو ملاحظات بيبدأ يسكنها ويشتغل عليها وده قلنا ده من ضمن القرى الحديثة أو من ضمن الشغل العالمي ما بيسيبش حاجة تعدي يعني بلغة الكرة كده الراجل ما بيسيبش حاجة تعدي وده العمل أول حاجة بتتفتح أول ما بننزل ملعب في أول تمرينة بعدها بالزبط يعني خلصنا الماتش روحنا البيت لجعنا نزلنا التمرين افتح ورقتي بالزبط بلاحظاتي طبعا الحبيب يشتغل على النقطة دي واحد واثنين وثلاثة أربعة وهو ده اللي بيحصل ده بشغل التدريب وكمان شغل المباريات اللي هو تحت ضغط بتظهر لك حاجات تانية وحاجات جديدة بشتغل عليها واليوم الكامل اللي احنا قلنا عليه اليوم الكامل معمول للحاجات دي الصبح ممكن يقدر ياخد المدافعين مع لعبة الهوف الديفندر وبعدها بساعة يقدر ياخد المهاجمين مع لعبة تحت رس الحربة وطبع بعض الظهر بتبقى عبارة عن تأسيمات جامعية حاجات كلها في تطور كابتن مارف يعني ما بتدي الموسم بصفة نظر عن نتائج النتائج كلها إيجابية والماتشات كلها يعني باستثناء أصوان بما أنه صعد حديثا للدولي الممتاز لكن لما تكلم عن التحاد منستيري لما تكلم على التحاد منستيري بره وجوه وفي دور بردو نوكاوت يعني ليها بردو حسابتها وليها تأثيرها على من ناحية الضغط العصبي بيها متخوف أنك تطلع بطولة أفريقيا من تلسف بداية المشوار فماتشين كانوا صعبين تكسب بره وجوه الإسماعيلي يظل دايما قدام الاهلي غير يعني الإسماعيل اللي ظهر في الدولي قدام الاهلي غير لإسماعيل اللي ظهر في الدولي بعد كده وقدام الزمالك طبعا منافس تقريب هل انت حاسس أنه الأهلي بيتطور كل مباراة عن المباراة اللي قبلها شايف فرق شايف الحالة اللي وصلها لأهلي مع كولر في مباراة الزمالك تحديدا إزاي ما شاء الله يعني بصراحة يعني في خمس مباريات يعني علم التدريب يقول أحمد بعد ست مباريات سبع مباريات ثمان مباريات تبان ملالح الراجل بالنسبة للشغل وبالأداء لكن واضح طبعا زي مؤتلك دي مزة المدربين اللي هما يعني عندهم فكر ومدربين اللي هما عندهم سيفي قوي زي الراجل ده مش حيستنى يعني هو عارف إن الوقت بالنسبة له وهو عايز يوصل بعد ست سبع مباريات يكون فيه اكتمال كامل من ناحية الاستراتيزية مش شكل الأداء بتاع اللعبين لكن طبعا هو زي ما قلت جدي جدا وعملي جدا فالحاجات دي مشتابع عليها بسرعة طبعا حصلت بشكل كبير جدا النهاردة عودة ثقة مرة تانية للشناوي تحسن الشناوي رجع تاني الحاجات العالية الحاجات المفردات بكزا واحدة برح وشالهم صمد جدا انفراضات الحاجات اللي فيها تصوكات على المرمى تعسن الشناوي مدى على فكرة الشناوي السنة اللي فاتت أفضل لاعب في أفريقيا بالزبط بس طبعا يعني عشان الموسم ما كانش يعني ما كانش نجاحته بالنسبة لنا بالزبط وكانش نجاحته كبير هوي في يمكن الناس ما التقدير يعني ما كانش متاكدش على فتاديش ولكن كامعا عشناوي أفضل حاجة حاجة جميل وأفضل لاعب في الأفريقيا في المحليين السنة اللي فاتت وده بيدي ثقة للفريق ثم أنت عندك حرس مرمى يقز وقوي ومركز بهذا الشكل بيدي بنعكس على أداء الفريق خط الظهر اللي تفضلت وكلمت عليه اللي كانت عندنا صغرات كثيرة جدا نحب في كل مبروه حاجات أمامية حاجات طولية حاجات فيها سرعات حاجات فيها كورسات واحد دد واحد فالنهاردة يعني ريكاردو قدر يعني يصلح لنا جوز بشكل كبير جي كمل عليه كولر يعني كولر برضه تكمل المشوار في الجوزية دي النهاردة عدد أقرم بتديلك ثقة بشكل بير جدا أقرم يعني من صفاته الجميلة قلبه الجامد إسراره روحه روحه حقه الأداء حاجة جميلة بإنجالات مختلفة بس عندهم الروح دي حاجة جميلة وده بنعكس خد بالك يعني نعكس على متولي كمان الوافد الجديد متولي حمد الله على السلامة نفس الظروط بتاعت أقرم بقى روحات ربعيدة لكن رؤي بقى المدير الفني اللي عنده وعي وعنده حس حسن أن محمود متولي ده أنا هحتاجه حتى كمان في استراتيجيتي في بداية الهجمة يعني وأنا بدافع أي نعم عنده وعنده مكانات دفعية بجدع العام الهوى بين قد عنده طواقع جميل لكن ده جزء في الحالة الدفعية لكن الجزء الأهم بقى لما أبدأ أنقل من الحالة الدفعية الحالة جميلة محتاج الناس اللي برا الورا دي تطلع لي البص الصح أنت كنت آخر مرة تقابلنا هنا على ما أتذكر يعني وصحح لي لو أنا زاكرة خانيتك قلت لي كنت بسألك أنه صفقة المحترف الأجنبي الخامس لو هنجيب ومركز إيه قلت لي تفضل أن يكون مدافع مظموعة ما زلت عند رأيك كابتن مهر ولا شايف أنه أنه لا الأداء الدفاعي ومستوى المدافعين في الأهلي مازال لغاية دلوقتي مطمئة لا حاجة جميلة وترجع للراجل بصراحة يعني إحنا بنتكلم على الإحساس اللي قبل كده لكن مع خلال الشغل بقى أنت بتبدأ تطمن وما برضاك من ضمن الحاجات الجميلة اللي بتحسب للراجل أن الراجل عايز يشوفي الناس كلها مستعجلش كمان على الصفقات ودي حاجة جميلة يعني التلت صفقات والناس قالت إزاي ومن فحشي وإحنا محتاجين لكن الراجل قال لك لا لازم نتريس ولازم نشوف وندي حق الناس فبرضاك من ضمن الحاجات اللي بتحسب لين احنا اللي بنتعلم منها من الراجل ده أنك إنت لما تبقى قائم على فرقة وتشغل مع فرقة مش لازم في نهاية السنة أن أنا ضحي 13-14 لعيب 13-14 لعيب دول خدوا فكري وعرفوا استراتيجيتي وعرفوا أن أنا في دماغي إيه ليه أضحي أضحي بيهم فالنهضة وجود محمود متولف الجانب الدفاعي مع محمد عبد المنام مكسب كبير جدا جدا وثقة ما بعدها ثقة طبعا محمد عبد المنام كمان حاجة جميلة يعني راجع بصراحة بمستوى جيد عندهم انقضاد جميل بيجيدوا ألعاب الهواء بيستخلاصوا الكرة يا أحمد مبارح بحاجة فيها شياكة استخلاصوا الكرة كده من غير ما يلمس جزيري وبيطحها وبعدها بيبدأ الهجمة معلول طبعا كصنع ألعاب وبيقدر يربط مع عبد القادر نص الملعب حمد فاتحي والسلية احنا كنا قلقانين جدا جدا على ديانج عدم موجوده لكن احنا قلنا حتى كمان وحنا موجودين معك يا أحمد قلنا السلية وحمد فاتحي بيعتبروا من أقوى العيبة لموجودة في نص الملعب وجود سافي وصنع ألعاب رجل برزيلي الهدف اللي جابه لا سافي ده قصة حاجة جميلة هدف برزيلي كان لقطة طبعا دخليني أسترد مع حضرتك ومع جمهور السادسة ده حقيقة ده على الفيسبوك وده على انستجرام على انستجرام طبعا مارسل كولر من دقيقة بسيطة جدا تحديدا من ثلاث دقيقة كتب على الانستجرام على صفحته سعيدة أنني تمكنت من إيصال أفكاري وفلسفتي للفريق في الوقت القصير ده من خلال العمل الجاد والمكثف وأن العبين بيقوموا بتطبيقه بشكل أفضل يوم بعد يوم يجب علينا جميعا أن نواصل العمل معا حتى لا نفقد التركيز من أجل تحقيق المزيد من أهدفنا وطموحاتنا شكرا لكل من ساهم في هذا النجاح مدرب ناديكم بتوقياتها عن مارسل كولر الحقيقة يمكن أن أعتقد إنجاز كبير جدا ليه أنه يبدأ مشواره مع الأهلي بتحقيق بطولة بتحقيق بطولة 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 يحتاج المدير الفني يحس بترجمة الشغل بتاعه لنجاح والهدف بتحقيق بطولة وبتديله أريحية بشكل جيدة تخلصه بشكل كبير جدا من أكيد فيه ضغوط مهما كان اسمه ومهما كان خبرته ومهما كان السي بي قوي يا كابتن ماهر بتيجي تشتغل في نادي جماهيري وتحطي تحت ضغط جماهيري بحجم نادي الأهلي شوية بتبقى عليك نوعا ما ضغوط لما تحقق أول لقب وبيجيب أول بطولة بترتاح وبتهدأ بتقدر تشتغل كمان بشكل أفضل بعد كده بالزبط والكلام اللي احنا قلناه هو بيقوله يعني ألك إنه تحيي اللعيبة وجايم الإمارات والطيارة على النادي بالزبط يعني حاجة كمان بتدي الثقة بتبع الثقة اللي جاميري النادي الأهلي إن إحنا مش هنضيع ساعة ولا هنضيع يوم إحنا محتاجين وخبالك أحمد عاز أقولك الثقة اللعيبة كمان هي اللي بيساعد الراجل أنا النهاردة ممكن أكون هيد كوتش على أعلى مستوى وعندي من الفكر وعندي 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 استراتيجية وتشكيلة لكن هنا بقى دور اللعيبة اللي هو أنا بسميه يعني حوالي ممكن 70% دور اللعيبة في النجاح المدرب 70% لأن اللعيبة بصدرط هي اللي ستطبق الكلام ده نهاردة اللعيبة مطبقتش مهما كنت أنا بقى عندي وعي وعندي استراتيجية وعندي تغيير وعندي فكره وعندي جملة تاكتكية لكن طبعا أنا عاجبني المشهد ده يا أحمد كهرباء على فكرة أنا مبسوط قوي قوي بكهرباء وموجوده في النادي كهرباء وزميله وكل المنظومة اللي شغال حتى عمال غرف الملابس لا شوف الراجل وتوضعه والراجل وحبه للمكان وحبه للناس بكل ده بسبب النجاحات ما الناس دي بتبقى راضي عن الراجل خب بالك يا أحمد يعني الناس دي اللي مش راضي على الراجل يعني العملية بتبدأ تتعطى لكن من هنا هنا فعلا دي روح الفنين للحمراء ده روح النادي الأهلي الأسرة الوحدة كل الناس متكاتفة كل الناس متكاملة طبعا مستنين رجالتهم هم جايين شايلين الكاس انتصار كبير جدا جدا لعضاء النادي الأهلي طبعا بيونه سافيو بقى شوفت إزاي برح كرة برازيلي وأنه فتح السكة وحط هدف علامي يعني هدف طبعا 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 هو كمان برازيلي سامبا زي بقى الفتر الفتر دي كان فيه شكوك بالنسبة لسافيو كلام مش لكن هو النهاردة بيرد بيرد بشكل كبير جدا حتى الهدف الجميل اللي احنا قدامنا كرة برازيليا عملت لف احمد تلفت لف في لغة كرة رايحة في الزاوية البعيدة على فكرة الكرة دي الكرة دي برونو سافيو عملها في كذا نفس يعني الحتة دي يبدو انها بتاعته يعني شوفتها له في كذا مطش طبعا في بوليفيا لما كان بيلعب جاب منها جميلة لكن في مطشات كتير مع الاهلي الحتة البليسنج دي بعملها في مطش الإسماعيلي وعملها كذا مرة في مطش الإسماعيلي وعملها اعتقد في مطش التحدي من السيري فيبدو انها لا مهارة مهارة بإتقان وبعدين شوف اللمة 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 وبعدين طبعا بيش رجل خارجي بيعملها بتلف بتلف كرة برازيليا بتلف تلف لحد ما طبعا زي ما بقولوا كده باللغة الكرة الشبكة بتزغرت صحيح الكرة جهو الشبكة بتعمل حس طبعا شكل جليل هشوف برضو معك جون طهل لانهون عجبني عجبني جدا أسستعى طهر وكنت بقول لكابتن مار واتفق معي انه هو ده طهر هي ده إمكانيات طهر اللي احنا عارفينها لعيب كبير جدا بس خليني أستعد مع حضرتك جزء من رأي الناس نس كلها طبعا أنا عايزة يعني تعبر عن رأيها سألتهم رأيكم في أهم مكاسب الأهلي في المطش التعام بارح أشرف وعد بيقول أهم المكاسب عودة الثقة ثقة اللعب في قدراته وثقة الجمهور في لعبه والله يا عمرين ما فقدنا الثقة نزعل شوية لكن ما بنفقدش أبدا الثقة ليتأكد الجميع أنني أملك أرقى وأحسن سكواد لعيبة في مصر ده حقيقي والله متفل معك جدا أشرف وأن البطل لما يقع يعرف يرجع لمكانه على المصر التتويق بسرعة متفقين جملة وتفصيلة زي ما بيقولوا يوحنى تقاي بيقول ألف ألف أبروك للفوس بالسوبر للاثناشر والسادس على حساب الزمالك والأهلي بطل إنجازات والبطولات ورجالة الأهلي عملوها وحصدوا البطول الله يبارك فيك حسن سمير أهم المكاسب هو اللعب سافيو اللي وجه انتقادات لازعها والله كل لعبة الأهلي وجه انتقادات يعني يتبطل أي حد الكور يعني كل لعبة الأهلي اللي تقال عليها لازم يمشي واللي تقال عليها بيس تيشرت النادي الأهلي وتنسالوا بطولات كتيرة جدا حقاها في زمن قياسي يعني فطبعا كل لعبة كانت عندها رغبة في أنها تثبت نفسها ما تخافش على الأهلي أبدا مش ممكن نخاف طول ما في ظهر الأهلي جمهور عظيم زي جمهور نادي الأهلي علي أحمد أهم المكاسب لعب الفريق كمنظومة متكاملة كرجل واحد الكل كان بيدافع الكل كان بيهاجم ودي روح بتاعة النادي الأهلي وروح الفنينة الحمرة تحياتي لحضراتكم من قلب الصعيد علي أحمد الثقة يعني يعني طبعا فيه ثقة كبيرة جدا فيه دفع معنوية كبيرة جدا برضو ومتفق معك بوزئين إنها واحدة من أهم مجاسب مطشون بارح صام ساعد بيقول عودة الأهلي من جديد والستقرار المدرب على الخطة التي يسير عليها تمام التفقيم برضو أعتقد طبعا الجهاز الفني كمان هياخد دفع معنوية كبيرة جدا بعد البطولة حد العطية الرجولة والروح وأكرم توفيق أكرم حقيقة لعيب قلب الأسد مفاصل زي ما بيسموه حقيقة يعني كواليتي لعيب كسة كورة وإمكانيات فنية لكن كمان روح زيه زي عبد المنعم زيه زي حمدي فتحي فيه لعيبة في الملعب بتلعب بقلبها يعني مساء الخير عليك ده أحمد حسن برونو صابي وكليم فؤاد محمد شريف المقيف وكمان مدرب كولر اللي عنده حلول كتيرة لتوظيف اللعبين في كذا مركز الملعب هكتفي بدأ وأسأل نفس السؤال لكابتن مهر بعيدا عن المكسب الـ 2-0 وبعيدا عن التفوق عز مالك ولقب السوبر مكاسب الأهلي اللي تراهن عليها والترجمها في اللي جاي إن شاء الله بإذن الله في مشوار الموسم الحالي كابتن مهر يعني الإدارة الفنية بكادة كولر وطبعا اللعبين اللي هما زي ما قلنا هما اللي بيكملوا للمشوار بيكملوا لأهداف والاسترجاع بتاعته أنا شايف مكاسب عودة استقاة الجماهير طبعا في المنظومة ككل هذا الهدف التاني الهدف التاني هدف طبعا عالمي عدلي بالأسيست عدلي للسلام بتاع طاهر والأسيست اللي عملوا على فكرة فيه ناس كتير جدا اختارت اللقطة دي معبرة عن اللقاء ككل ملخص اللقاء ككل لقطة الأسيست بتاع طاهر دي دي هيا دي هيا دي هو ده طاهر بمهارة بمهارة بفوت من اتنين احمد بص وبعدين برؤية شايف الداحة التانية تكملة من كريم فؤاد اللي أنا طبعا بحييه والثقة المتبادلة اللي وخدها كريم خلال الفترة اللي فاتت ووجوده في منطقة خطرة بالشكلية يعني واحد تاني كانش يقدر مثلا لو ما عندوش حس التهديف ما كانش يقدر يروح لكن طرعا كريم متقدم وده اللي قلنا عليه الكسافة العددية اللي موجودة اللي عدت النادل آلي واحد اتنين ثلاثة اربعة يا احمد موجودين داخل الثمانتاشر وده اللي احنا تكلمنا عليه وكان بيقول ان احنا فدت الزبالكة بتهاجم وكانش في غير اتنين اللي عايبة بس بتدفع في الجون ده ده مشكلة مشكلة عنده هو في التنظيم الدفاعي يعني لا هو طبعا درس كبير بالزبط بالزبط يعني النهاردة النهاردة لما اتكلم انا كمدير فني اقول ان انا عندي اتنين بس في خط الظهر طبا دي حترجع ليك انت التنظيم بتاعك ان ازاي يبقى فيه اتنين لعيبة موجودين في خط الظهر بس واللعيبة كلها دخل في نص ملعب النادي اللي اهلي فده بقى تنظيم ادارة فنية لانك انت اللي شايف عدد لعيبة النادي اللي اكتر من عدد لعيبة النادي الزمالك لازم ارجع حد يكون لو فيه ثلاث لعيبة لازم ثلاثة يبقوا بيرقبوا وفيه مثلا واحد بيغطي لكن انا سايب العملية بس ان احنا منهاجم بس عشان نعوض فاكيد طبعا ده تنظيم فني بيحسب على الادارة الفنية لنادي الزمالك لكن ادارة الفنية لنادي الاهلي وضع تفاوقها من بداية المباراة الوعي في التنظيم الدفاعي كل اللعبة تحت القرى بشكل احترافي التلاثة الخطوط قريبين من بعد طبعا الانقضاد والدوافة بتاعت العيبة النادي الاهلي بيبقى من اول من اول لعبة كان فيه خشونة من العيبة النادي الزمالك لكن العيبة النادي الاهلي كانت حريصة انهي متخشش في الحشونة دى حصل انزارات طبعا للي عبتنا ذلك من بداية طبعا لحكم أنا شايفه حكم ضعيف بصراحة يعني لكن لعبة النادي الأهلي الدوافع بتعيتها أحمد والانقضادات هي اللي ديتها السيطرة ديتها السقة التبادل بقى بالنسبة للبساط زي ما احنا شوفنا تتبع الخطوط الانطلاقات اليقل بدنية العالية اللي موجود عليها لعبة النادي الأهلي الجانب المهاري اللي موجود عليه كل اللعيبة النهاردة الهدفين يعني جانب مهاري واضح مزراحة يعني هدفين ملعوبين حاجة جبيلة والتاني بالذات في جملة يعني في مهارة فردية بيفوت طاهر والتغييرات كمان يا كابتل ماركة ثم طبعا التغييرات حصلت في توقيت وعملت فارق يحسب لمرسل كله بالضبط بالنسبة للتغييرات لما بغير لعيب بلعيب وبعد ذلك يجيب جول فده أكيد طبعا بيحسب الإدارة الفنية على وعيها وعلى ثقاتها وإزاي بيدي الوقت المناسب للعيب المناسب في الوقت المناسب مهم جدا الوقت ده لأن بعد المدربين يحسب بتدي خمس دقايق بتدي عشر دقايق فالعيب بيتظلم ما بيقدرش يخش جو المباراة لكن الرجل ده دي بتبقى شرفية يعني الخمس دقايق والعشر دقايق يعني هو الرجل شرفيا بس كتأخر دقيتين لما غير نزل بيرسيتا علي فخري محمد فخري محمد فخري وبيسيتا دي حاجة فخرية لكن أنا بتكلم في المدربين بتدي عشر دقايق قبل نهاية المباراة فالراجل بيبقى صعب عليه أن يقدر يخش في أجوال المباراة الدفعة دي بتحمل العيبة والجهاز الفني مسؤولية أكبر وأنه محتاج تحافظ على ده ومحتاج ويمكن حتى الرجل تكلم بيسألوه حققت بطولة أول بطولة مع النادي الأهلي إيه البطولة الأهم بنسبة لك قال لهم مطش الداخلية بزبط يعني 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 ما تكلمش في تحقيقها ما قال لك شبعة إحنا هنجيب الدورة وهنجيب الكاس وهنجيب قال لك مطش الداخلية والراجل واضح كده أنه ماشي خطوات جميلة إزاي تبني على ده يعني انت النهاردة لو في قطة لبس كابت المهر أو مع الموديل الفني إزاي تبني على ده أنك تحافظ أو تطور على ده وتقدر توصل إن شاء الله بإذن الله الموسم يكون نجح يكون أول مواسم كولر نجحة في ناس كتير بتقرن أو من دلوقتي هو على فكرة بدايته مشابهة جدا جدا لريني فيل بالزبط يعني هو مع فيلر التدب على الأهلي أفريقيا بره وجوه كسب سوبر مع الزمالك كسب يعني فيه تشابه كبير جدا بينه وبن داير لكن اللي بيطمنا كاحمد بقى اللي هنبني عليه إن هو بعد رجوعه من مطار قاهرة رحة على التبرين ودي دي أكبر ثقة ببعثها المدير الفني لجماهير ولعبته لا إحنا إحنا محتاجين الوقت مش عافزين نضيع وقت إحنا محتاجين الوقت عشان نشتغل عشان نوصل الأهدف بتاعتنا لسه الأهدف كتيرة جدا وطويلة جدا عندنا أربع خمس بطولات لسه عايزين نحقاهم عندنا انتصارات ومعديين كمان طبعا السقة بقى السقة اللعيبة لأنه هو فيه لعيبة لسه ما شافهاش فمحتاج أني يديها أنا متأكد في مباراة الداخلية حيبدأ يدي اللعيبة اللي هو ما شافهاش يعني من فترة من فترة طويلة الحاجة التانية إنه ممكن مثلا لعيبة زي هاني زي أيمان بالضبط ياخد الفترة اللي جاية شريف من البداية بتتاوي يبدأ فاخري ياخد الشحات يبدأ فكل ده مرة وقت طبعا هو واضح طبعا إنه هو ما شاء الله في حتة التدوير يحمد يعني بيحاول يدور حصل إجهاد مثلا زاد يانج استبعده دخل السلية بيحاول إنه هو يعني يضيف لاعب أو اتنين لكن ما بيزودش عن كده لأنه عايز السبات يهمه السبات جدا السبات ده هو اللي حيديولي الشغل اللي هو يفكر فيه والأهم إنه يدخل عنصر واتنين كل مرة عشان يبقى كل العناصر جاهزة على كل أحوال هي كتليلة حمراء في أبوظبي وفي القاهرة كل جماعي نادي الأهلي فرحت بالبطولة الرقم 12 وإن شاء الله نتمنىها بداية موفقة ونكحة جدا لموسم يبقى فيه مزيد من الأرقاب ومزيد من البطولات الأهم بالنسبة لنا أن البطولة دي بتقول إنه الأهلي عاد لمكانه ومكانته الطبعية مرة تانية ألف مليون مبروك لجماعي نادي الأهلي السوبر للاثناشر مبروك مبروك يا أحمد مبروك للنادي الأهلي وجمهور وجهاز وفني ودائما نتقابل كده في مراسبات فرحة وبهجة والناس فرحت جدًا وده أهم شيء اللي راح دائما وعايزين نشكر برضنا كمان دولة الإمارات بفرحة حكومة وشعب والإمارات مبرح منامتش ومصر منامتش فطبعا فرحة كبيرة جدًا للنادي الأهلي وجمهور وإن شاء الله الأيام اللي جاية أفرحة الأهلوية تتوالى بشكر متابعينا ومتابعي السادسة النهاردة بشكر نجمنا الكبير طبعا كابتن مصر وكابتن نادي الأهلي كابتن مائر همام شرفتنا ونعواتنا شكلين أحمد وكل مرة نتقابل كده نبدأ أختفل سواء اللي بلاقب جديد وبطولة جديدة تحياتي لكم